السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة موعدنا النهاردة وبإذن الله تعالى من الفئر من الأناتومي بتاع معنا درس يعني ايه يعني المساحات اللي موجودة ما بين كل كلمة وليها معناها في المساحات ديت فيها الكونتينت ده هي حروف حبة عضلات واللي امتابع معي انا بقول لكم على طول الفان الفان دلوقتي ظهر السبب ليه بقول لكم كلمة الفان دي معنا الفين بالترتيب من فوق لتحت وبعدين الايه ثم الان النيرفز واخيرا حبة عضلات كل الكلام ده موجود ما بين الضلوع ان كنا عاوزين نعمل سامري كده على السريع قبل ما ندخل في كلام الكتاب معنا المسلز او الفيزلز او نيرفز تلاتة من كل حاجة العضلات عندنا الاكسترنل والانترنل والترانسفيرسس انتركوستل مسلز اي حاجة طبعا احنا في المنطقة دية بعد الكلمة الاولى لانا بكتبها هنا تتبعها على طول بالمكان اللي احنا فيه انتركوستل يعني اكسترنل انتركوستل مسل وهكذا اما الفيزلز اللي هم طبعا هما هماهم معنا واحد وراء واحد قدام واحد لاترال وحرفيا لاترال بس احنا بشان نقول عالي لاترال عشان اللغبطك اسمه ممتاز قوي ثم معنا منهم حبة اعصاب شبه بعضيهم في الصفات ومنهم مش شبه بعضيهم اتيبيكال واحد اخير كده مسكين تحت الربس في اسمهم الصاب كوستل طبعا كلمة كوستل ديت مش لازم اقولكم كررت الف مرة بلكده معناها ريب باللاتين يعني احنا معانا افتراضا ده الرب الاولين وده الرب اللي بعدين اهوه عندنا حبة كونتنت هنا مين دول تلاتة عضلات تلاتة فيزلز وتلاتة نيرفز كما جميع عامتها يا ريت لو تكتب صفحة السامري اللي انت شايفها قدامك دي في اي مكان فاضي عندك في الكتاب ده السامري اللي بيجمع لك الصورة الكبيرة عشان نقدر نبص عليها بتفاصيلها تمام وعلى الله يتوكله قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نروح كده على الكتاب ونشوف اهو هندرس عنها ايه هندرس عنها حبة عضلات وهندرس عنها حبة ثم بعديهم هما هم هم حبة هنا هو واخيرا هندرس ايه هندرس كل ده واخيرا طبعا حبة آآ هناخد برا كمجمع المهم منذكر نفسها اللي بنبدأ لنا في وقت مراجعة ومش اي مراجعة دي مراجعة سريعة ما قبل الامتحان هيلملك الدنيا ويفكرك بالمحتوى عشان تقدر تحفظه اسحان ماشي ماشي فانا مش تشرح لكل تفصيلة يعني معادة اول صفحة بتاعت العضلات ديت مليانة اسئلة فما قدرش اسيبها وانا شخص بتاع امتحانات الصراحة الحاجة المهمة بركز عليه ماشي العضل الاولى من برا اسمها الاكسترنل دي كأنك بتحط ايدك جوه جيبك حط ايدك كده جوه جيبك تخيل انت بتمشي ازاي تمشي تحت لقدام ولجوه زي الاكسترنل بتاعت ما علينا الاتنشن بعيتها بقى ان رسمنا كده الريب وده الريب اللي بعديه طلع من بتاع الريب اللي فوق لو قلنا هنا مسلا الانتريور اصليه ماشي لقدام فهنرسمها بازاي بالسهم ده كده مش القدام وان كنا هنعمل يعني من قدام لورا كده وانبص هي بدأ من اول فين لازم تكون يعرف لي اجزاء الريبس الريب بيكون عندها الورا هي بتبدأ من اول عندها وتيجي القدام عند وتتغير تبقى محتاجين صورة انبصينا كده على الهيكل العامل اللي معانا ده زي ما احنا شايفين دي الاكسترنل انتركوستل مصد لو ركزنا على نزل لتحت والقدام ولجوه فعليا كده بتحط يدك جوه جيبك وبدأ من اول ورا لما ساكنها واحدة وبصينا على بتاعتها اللي هي لايه ان عندها ورا كده حتة اسمها فيها هتبدأ من اول تديت وتروح اللي قدام وتمسك اللي في الابيض ده تب وماشي بعدين يعني في المنطقة دي ايه احنا عايزين نكمل هنا هتكمل اسمه او الانتريوم بريد علشان هتعمل العكس هتبدأ من اول الصيب بتاع وتقوم ماشي ماشي الورا لحد التبرك اللي قابلها بشوية عند منطقة اسمها الزاوية الزاوية اللي بتبدأ من اولها تتحول للشافر فيه زاوية هنا كده حوالي خمسة سنتيمتر بعد اسمها هنا بتروح لحد عندها وتكمل كايه اسمه على عكس بالزبط يا ريت لو تعرف تكون متخيل معايا بص احنا مش هنختلف اهم حاجة تعرف لي ان هي اللي هتعملين على اساس ان هي ماشي ايه ماشي لقدام متجهة لقدام فهتنتهي قدام دي متجهة الورا فهتندهي الورا تعمل لنا وبالنسبة هي هي نفس لكن هتطلع من وتمسك في بتاع الرب انت خيلنا كده دي الرب اللي فوق اهو ودي الرب اللي تحت هتقول لي بالتفكير المنطقي ان قلنا ده وهي متجهة الورا على عكس الاكسترنل بالطريقة دي كده هتم طلع من اللور بوردر وتمسك في لكن لا تمسك هي في في تعرفوه في العملي المنطقة اللي هنا دي كده بيمشوا فيها وتطلع من هناك وتروح تمسك في بتاع الرب اللي تحت ماشي ماشي والهوريزانت الفلو ابل كنا قولناه ماشي يا دكاتر يعتبر دلوقتي سخنة ويعتبر احنا في الاول الكلام المهم اللي بتسيلي عليه كتير صفحة دي مليانة اسئلة فما قدرش قسمها يعني فلازم ان كل تفصيل اولا معانا عضلة تالت عضلة اسمها فكروا معي احنا بدأنا بالاولانية بعد كده في المتوسطة بعد كده اخيرا يعني يعني ماشي بالعرض كترجمة حرفية لكن نكتشف دلوقتي ان هي مكونة من جزئين جزء اسمه ومن اسمه طالع من وراح يمسك في طالع من وراح يمسك في او من اول اتنين لحد ستة مشان اختلف معانا عضلة تانية تشبه بالزبط اسمها سواء او هو هو وبغض النظر او بتاع المهم من هي هي اياه يباحنا معانا تلات عضلات ان حبينا نبص على صورة زي دي ات مجمعات لنا اول حاجة نعرف فين ونعرف فين العضلة المتجهة لقدام كده بتحط ايدك في جيبك اهو سهيه تتبعها مين اللي تمتجهها العكسها الورا والانترقوستل دي لف النص بعد كده بنفس الاتجاه بتاع الانترقوستل يباحنا لحد دلوقتي طلعنا بمعلومة واحدة بس ان احنا عندنا الانترقوستل بدأنا بعضلات اولهم الاكسترنل بعديهم الانترنل بعديها وقسمناها الاثنين وحفظنا الكلام ده في بلنا عرفنا وزي اي عضلة لازمنا نعرف لها الحمد لله متجمعين هنا وهما موجودة في الانتركوستل نيرفز فياخدهم في الانتركوستل نيرفز. والكولاترات برانشة زي ما هنشوف دلوقتي عبارة عن ايه? والاكشن بتاحهم الخارجية هتعمل حاجة داخلية. انا بفتكر دايما خارجي مع داخلي. والفانكشن دي هنعرفها في الفيسيوليه بالتفصيل. بس انا هستطبق الاحداث طالهم احنا في اناتومي وهو قل لك ازاي? بص كده معي. احنا عشان نعرف الاكشن بنتخيل بتشد ناحية. احنا اتعلمني كده من. طيب خلاص. نروح على على السريع كده. اهو اهو الرسمة جاهز داي. متجهة اوبليك لقدام بالطريقة دي. وطالما حاجة اوبليك واحنا معانا هو. هنتخيل بتشد ناحية. طالما معانا على طول كده مع اي عضلة في الجسم. حاجة بالطريقة دي كده لفوق. احنا متخيلين فده اسمه هنرفع ومعانا برضو من قدام لورا. يعني هنطلع لبرة. هنعمل حاجة اسمها. ليه حصل الكلام ده? علشان احنا ماشيين. واحنا عشان نقدر نتخيل الاكشن بنحط خط خط لفوقه بقى خط لجنب بقى قصد العكس. المهم ان احنا كده عملنا كبرنا الصدر فعرفنا نتنفس وهوى. نعمل شهيط. نفس الكلام ده هنعكسه مع بس الانسيرشن فوق اهو. والاوريجن تحت اهو. هنطلع مرة اللي فوق بالطريقة دي. قصد هننزل لتحت الانسيرشن فوق. بنشد الانسيرشن على الاوريجن. فعملنا او هنشد القدام. هنشد الورا. هنشد الورا. الاوريجن نحت الانسيرشن. يبقى كده احنا عملنا لجوه. وده بدايق لنا الصدر فده مصر. قلص طبقت الاحداث وشرحت الكلام ده دلوقتي. عشان مصرحوش في الفيسيولوجي. ها نبهتوكم. وما فيش مهرب من الموضوع ده. لاما تحفظها زي ما بقولك معانا الخارجي يبقى الداخلي. ومعانا الداخلي يبقى مع الخارجي. ونضيف معاه الانتر او تفهمها زي ما شرحتها دلوقتي وكده كده اتطر الفيهمها في الفيسيولوجي. بقى زي ما اتفقنا. بدأنا بالاسئلة الاقل اهمية فهجري في الشرح. اللي احنا في وقت مراجعة. النص المحاضرة دلوقتي خلصت هي. احنا قلنا ايه ان طلعنا فوق بالطريقة دي. على الملاحص لانا كنت كده. قلنا الانتر كوستل سبيسيز كان فيهم ماسلز اكسترنال وانترنال ترونسفيرسيز وخلصناها. فيهم فيزلز. يا طرى مين? بوستيرير وانترنال وانترنال ثراسك على الجنب. ينفع نعد الانترنال اه الانتر كوستل سبيسيز مع بعض? معلش نعدوه. انبادعنا هنا كده معانا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة من قدام لان في عشرة طلع لهم راحين يمسكوا في الاسترنال. لكن الاتنين الاخر ما عندناش بتاعتهم ان هم مش راحين يمسكوا اصلا في الاسترنال مشوف مش مكملين. وعشان كده وراء عندنا كام انعدناهم مع بعض هنلاقوا ان هم حداشر سبيس. بتشوف عدد كامل موجود ونقص منهم واحد. نفس الحاجة مع اللي قدام. لقينا عشرة نقصنا واحد بقوا تسعة. فهمتها فهمتها ما فهمتها شنفيش مشكلة. يهمنا في المعلومة ديت ان دول عددهم حداشر. عشان لقينا حداشر دول عددهم تسعة. وعرفنا السبب دول ده واحد على كل ناحية. خلصنا المعلومة المهمة. نقرأ بقى سريعا واللخص عشان نعدي عالكلام ليس اكثر. بيقول لك هو طلعين من الاورطة. احنا بتخيلين دايما الاورطة بتبقى لورا. وماشيين في دي منطقة موجودة ما بين ما بين طبقتين العضلطين دول فيهم حبة اعصاب محبة اللي هما والنيرف. الارتريز والفايز. ما تنسوش المستوى ده. ومن اول بتطلع يعني برانش. يعني ده كده هو بتاعنا. الارتري بتاعنا. عشان النيرف هيعمل نفس الحركة على الفكرة. لكن اللي طالع منه ده ماشي بنفس ماشي جنبيه مصاحب اليه. كلاترا يعني مصاحب لها. هيمشوا بنفس الاتجاه كده هو. كلاترا البرانش هيطلعوا امتى عند الانجلوب ده ريب? وقدام عند المنطقة اللي هتمسك فيها ريب مع هيحصل ما بين الانتيريور والبوستيريور. دلوقتي نجيب سيرة الانتيريور. الانتيريور معنا اهو. هما تسع زي ما اتفقنا. طلعين من ايه ده? يعني من الاورطة. وقدام الانتيريور ذات نفسه اهو. هندرسه بتفاصيله. ويهمنا اكتر حاجة فيه هي البرانشات بتاعتي. ما تقوليش انا بنطن فوقها حاجات. لا. انا هحل معكم اسات متحانات سابقة دلوقتي. اعرف بيسأل على ايه بازن الله. الا لو رقم علينا في الامتحان يعني. البرانشات نعرفها دلوقتي. هو بينتهي كحاجة اسمها يعني جايب من فوق يعني راح يغزي من فوق او عالجنب من فوق. في حاجة تانية اسمها نعرفها في جواتي او زي ما عرفناها. كلمة يعني اكتبوا لو ما تعرفوش ان معناها 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 كلام لاتين. فهنا ده هيغزلنا هو من اسمه. الديافرام والمسلس هيختارقها. اسمه وهيطلع لنا اتنين يعني بيختارق ويختارقوا ايه? ويغزلنا دي اسمه عضلة خدناها في بتاعت الصدر من قدام. الماجر كبيرة بتاعت اللي هو والانتيريور لسه عارفين دلوقتي ان طلعين من لكن طلعين من فين من الاورطة. والفينز نفس الكلام بالزبط. كل اللي يهمنا هي العنوين الرئيسية دلوقتي. انه هو باختصار. طبعا الكلام اللي قدامك ده ما ضيعش وقت في حفظه بتفاصيله. امسك واضخل على الاسئلة وحلها. بالنسبة للفينز زي بالزبط واحد ورا واحد قدام واحد ما بينهم في الجنب في الراسك. بالنسبة للورا او القدام او اي مكان سمعنا عنهم في ترتيب الفين. ان الفينز بيبول اول وبعديهم وبعديهم من فوق لتحت الفين. البستيريوت ده يرخى معينا شوية. في رسمة لازم نعرفها او نفتكرها عشان نكون اضق. ان احنا معنا كده اللي احنا شايفين واقف ده. فين اسمه الازايجس. ليه اسم ازايجس ا? يعني ناط نافية. وزايجس يعني يعني معندوش يمين وش مال. ده موجودة على الناحية اليمين. فقط اما على الناحية الشمال فيه نصين ليه. نص طالع لفوق كده. نص طالع لتحت. اسمهم الهيمي ازايجس. اللي فوق اسمه. واللي تحت اسمه كتبسيط. ما لهم بقى دول? هيجي. وعلى الناحية اليمين. هيلاقي مين قدامه الازايجس هيصب فيه. وعلى الناحية الشمال هيلاقوا مين قدامه. هيلاقي الهيمي ازايجس اللي فوق واللي تحت هيروح يصب فيهم. وده اللي مكتوبه قدامك اهو. وهناه الهيمي ازايجس سواء كان السوبير والانفير. دي كا اوبر اول. ممتاز كده ممتاز. عاوز تسمع تفصيل اكتر. ما فيش مشكلة غير كده يعمل ده بيوصل لنا ما بين السوبير وفينكابا والانفير وفينكابا. ده مقوم من حاجتيه. زي ما عرفنا في من البريكيوسفالك. واحد شمال والتاني يمين. المهم البوستيريو دول احنا قلنا هم حداشر. مش كلهم هيصبوا في الموجودين على يمين. ولو كلهم هيصبوا في اللي موجودين على الشمال. اللي فوق هيلاقوا البريكيوسفالك موجود جنبيهم. فهيروحوا ويصبوا فيه. ده وباختصار. حاب المعلومة دي فيش مشكلة بيش حبيبها السلام عليك. انا جاي حطت لك كمراجعة سريعة. تفاصيل زيادة هتجيب لك صداع وانا عارف كويس واحنا عايزين درجات. النيرفز بقى. احنا النيرفز كنا قائلين عنها ايه? اندخلنا كده على المواخص بتاعنا. اللي هو خلينا نكتب كده هو. دايما ما تنسكهاش ما تسبهاش طفلة من ايده. قلنا على منها منها ومنها ومنها نيجي دلوقتي على قلنا منها ومنها ومنها سابكوستل. هنبص اهو. ماشي. سابكوستل يعتبر هو ما فيش مشكلة يبقى خلاص. في الملاقص ده مساحوا كلمة سابكوستل. انا حبيت بس خليهم تلاتات. من سابكوستل هي ما فيش مشكلة. المهم هنرجع هنا. هندرس في الاول هو وبعد كده نروح على ليه اسمهم على اساس ان هم عندهم او تصرف مشترك. ان هم هيبدوا اولا من كلهم همسوا في اللي من اسمه كان شوية اعصاب اللي هما دول. وفي زلس اللي درسناهم بيمشوا في المستوى ده اللي بين العضلتين والانترنل هيختار كل عضلة اللي فوقيهم ويروحوا يغزوا وهيضوا البرانشات الاتية. هيغزوا العضلات اللي جنبيهم اللي احنا لسه ذكرناهم والانترنل 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 وهيطلعوا كلاترال برانش زي ما عملنا في يعني كلاترال يعني مصاحب ليهم عشان تغزي العضلة اللي موجودة في الرب اللي تحتيها. يعني ان افترضنا ان احنا بنتكلم على العصب الرابع فهو هيغزي فعليا بالدايركت ماسكولار برانش وهيغزي برضو بالكولاترال برانش اما التغزية الجلدية احنا عارفين الربس موجودة اللي اصلا جاية من من وراء للجنب اللي قدام فلازما هنغزي اللاترال والانترنل مش وراء اللي عند الجنب واللي قدام تخيلوا معي كده اما اسمهم على اساس ان هما ليهم تصرف مختلف شوية. ودول ياريت لو تحفظوهم هما مين معانا الاول والتاني واخر اربعة. تحفظوهم بالطريقة دي افضل. زي ما هنيجي نلاحظ برضو في الايه? في او في او هنيجي نقول الاول والتاني واخر اربعة بنفس الاشكال كده. في وقتها هنيعرفها ان شاء الله. المهم الاول ده هيشارك في وانا مش جاي اشرح لك او اقرأ لك بس. بعرفك انك تحفظ اسمهم الحاجات البولد دي. ومعانا التاني ده اسمه على اساس ان هو عصب. ماشي بابين الضلوع اللي عند اللي هو اللي عند الدراع. مين هناك يعني? هي الاجزلة القبط. يعني عند منطقة القبط. تحت الدراع او هلاقي ومن تي سبعة وتي حداشر مع اسمه العصب اللي تحت الريبس. اصلاه من تحت الريب الاخير ما فيش فسميناه دول عشان موجودين تحت هينزلوا للبطن. هيختاركوا الديفرام الحاجز بيفصولين ما بين والابدومن ويروحوا للبطن. فاسمهم يعني من بالنسبة اللي تتخيلوا معايا كده. من اللي قدام هيصب في اللي قدام. والوراء هيصب في اللي وراء. العقد الليمفياوية اللي موجودة عند الاجزلة عند القبط او اللي عند الصدر ده اللي قدام. اما اللي تحت عضبة اللي اسكابلة من وراء دول اللي وراء. عايزين تشوف صورة ليها بفيش مشكلة. زي ما احنا شايفين هنا او في الصورة دي. اللي موجودين قدام. لكن اللي وراء عن عضمة الاسكابلة هم. ماشي مشان نختلف ده كاتر. خلينا نروح على الاسئلة دلوقتي عالسريع. طبعا مش تازم اقول لك توقف في الفيديو وتحاول تجابه بنفسك. بيقول لك اسم العضلة اللي موجودة في النص. احنا كان معانا كم عضلة هناك. كان معانا الاولينية بعديها الانترنل وبعديها او ترانس بيرسة سرعة لسي ما فيش مشكلة بس منها ومنها دي عند الايه? الاسترنل مناش ده واحنا منتكلم دلوقتي من فوق اللي تحت. معانا الخارجية الداخلية واكتر واحدة داخلية. يبقى مين في النص? اللي في النص واضحة ايه? الانترنل انتركوستل دي الايجابة. وبيقول لك هنا او الانترنل انتركوستل هل ده صحة ولا لأ? احنا عارفين سواء كان الانتركوستل الاكسترنل او الانتركوستل لازمة في الاخر هيتحوله الغشاء. بس مين اللي كانت عند ومين اللي كانت عند صعبة تفتكرها مش كده? لأ انت مازمة تفتكر بتاع العالة زاد نفسها. الاكسترنل كانت تحط ايدك في جيبك اندي ماشى القدام فهتنتهي في قدام عند مين? عند يعني عند الغضاريف من قدام. والانترنل كونتر كوستل عكسها ماشى لورا فهتنتهي في الورا عند الانجل وبدريب. فالاجابة هنا معانا تروف عليه. وهنا بيسألنا العضلة اللي مسكها في هي كانت الانترنل انتر كوستل. طب الاكسترنل الاكسترنل كانت مسكها في الور ريب مش ده موجود في الانترنل سيرفيس اوف ده ريب. انت لازم تكون يعرف الاناتومي بتاع الريب ذات نفسه. اما دي اصلا طالع من والصاب دي ما لنشدعى بيها اصلا. وهنا بيسألك على اللي هتختارك الديفرام ركز معايا كده. احنا كم معايا كم نيرف. كم معانا على عدد الانتر كوستل نيرفز حداشر. على عدد الانتر كوستل سبيسيس. تحت الحداشر عدد الصب كوستل ما نشدعو بيه. المهم اللي منهم تحت فقط اللي تحت هيمشي لتحت. مين هم اللي تحت? من اول لعصب رقم تي سبعة لتحت هيقوموا نزلين للبطن. يعني معانا هنا مسلا تي سبعة لحد تحت. واحد واتنين وتآتة دول لا هيبضلوا هوقف الثوركس. هينزولوا للبطن فهيعملوا هيختاركوا الديفرام الحاجة زي يفصل لنا بين الصدر والبطن. فعشكدوا الاسمهم ايه? معانا تلات اسئلة كمان هم هت وزي متو شايفين هم الحل بتاعهم تحت على الشمال الحابب يكراهم ويستفيد منهم. غير كده احنا خلصنا ولله الحمد. ممكن اشوفكم في فيديو القادم. ماشي? ماشي. اخر ودعوان ايه بقى? اخر ودعوان بازن الله تعالى ان الحمد لله رب العرش العظيم.